السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الأخوات سوف ندر هذا الفيديو لكي نرى بعض الأخوات لا يعرفوا كيف ينقصوا السرعة في هذا الفيديو فيديو كوشي تريكو اعمال يدوية اي 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 شي واحد يدر شي حاجة يبقى يشوفوا اليوم سوف نرى كيف ينقصوا لها في لغة دي ناطق او الحاسوب او حتى في الهاتف نقول لكم كيف ينقصوا مهم هنا يقدم امامنا الحاسوب كندخلو كنكليكي كنمشي ونكليكي وعلى وديك بحل وريضة اللي مكتوبة هي اعدادات كتسمى بحل دير بحل شي وريضة كنكليكي وعليها اسميتها اعدادات فهاديك اعدادات غتلقوا بزفت المعلومات ما بيناتها سرعة الفيديو سرعة وقدم السرعة غتلقوا واحد العالم على عادي سرعة عادية ايه بحل كدبهنا بالفرنسي كتسمى normal غتلقى مكتوبة normal اذا ان لا بغيت تنقصيها الربوع ديال السرعة العادية كتبوكي على 0.75 غتنقصيك واحد شوية إلا بغيت تنقصي السرعة الفيديو في النص غتكليكي على 50 0.5 معنية غتنقص في النص وإلا بغيت تنقصيها بزاف غتكليكي على 0.25 معنية غتنقصيها بثلاثة الاربع في ودك السرعة غتشوفي على خاطر كيفاش تدري ليها إذا ابغيت ترجعيها غتكليكي وغتترجعها normal هذا كان بالنسبة للحاسوب اما بالنسبة للهاتف كتبوكي لأي فيديو بغيتها وكتبوكي على الفيديو كتبوكي على الفيديو كتبوكي على الفيديو يبليك الفوق واحد ثلاثة نقاط في الجانب الايمن ستبليك واحد ثلاثة نقيطات هذه اللي كنت قدمها السبعي إذا هذه ثلاثة نقيطاتي لك سيخرج لك هذا الطابل وحتى هناك الكثير من المعلومات ما بين سائلة كان عندك بالعربية ستلقي السرعة السرعة ولكن بالفرنسي ستلقي السرعة وستلقي علامة نورمال او العادية وخات مشي لك تعود ترجعي تكليكي وغتتخرج لك بحال الحاسوب إلا بغيت تنقصها غير بالربعة ستكليكي على 0.75 إلا بغيت تنقصها للنصف ستكليكي ستوركي على 0.5 وإلا بغيت تنقصها بزاف ستدري علامة ستدري السرعة ستكليكي على 0.25 ومن انت بغيت ترجعها أو ثاني سترجع إما تكليكي على نورمال دائما بجهة السرعة إما النورمال أو العادية سترجع لك عادية وهذا الشيء اللي كان مهم بسيء سهل بالنسبة للحاسوب وللتليفون إن شاء الله ستكونوا تعرفوا كيف انتم تتعاملوا مع السرعة ديال الفيديو إذا نتمنى الفيديو تكون فائدتكم شكرا على المشاهدة لا تنسوا الشراك وتفعيل الجرس واللايك وإلى الملتقة في فيديو آخر إن شاء الله شكرا